السلام عليكم الأخوات كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو و انتم مع الأخير جيت نشارك معكم فكرة و الأفكار ديال هاكل العشاء و لحتى الغضاء ان شاء الله كتغيير محن نشات بعجينة ديال المسمن كي يجيوا مورقين و مقرملين وساهلين كنا عمينا التغيير من الطريقة ديال المسمن بالنسبة للمقادرة معروفين من العجينة ديال المسمن اللي كنحتجوا فيها الفينو الفينو كي يكون كمية قليلة و الفرصة تكون غالب على الفينو و كنديروا الملحة و معلقات الخميرة ديال الجو بارد و معلقات ديال سانيدة و شوية الخميرة ديال الحلوة ان شاء الله و كن نجمع العجينة ما كندلكها موالو و كنحطها كبداية في اللول و نغطيها بالبلاستيك و نمشي ندير شغلي و مرة مرة كنرجع هدية الطريقة ديالي في المسمن باش من هاوكا ما كي يأخذش لي من الجهد ديالي كنغطيها و كتديرها في شي بواطن ستدعليها مزيان قدمت لا تطلات العجينة ديال المسمن إلا و كتتطلق و كتتجير طبا كل مرة كنجي و كننخلطها شوية و لندلكها شوية و ثاني كنرجع عليها البلاستيك و نغطيها و كما شفتوا العجينة راعات يطوع و طبا سوف نحاول قطع الأربعات الكويرات و ندير مسمنة داخل مسمنة هادي كرة اللولة اللي طلقت و ندهنها بالزبدة و الزيت انا خلطت الزبدة و خلطتها مع الزيت و ندهن هاد الكرة اللولة اللي طلقتها حاولوا اطلقوها مزيان باش ديكم مورقة و تاخدوا نشا تقدروا تاخدوا نشا و تخلطوها مع الزبدة و الزيت باخترة بلا ما تبقوا تديرها الطريقة بعد الاخترة سوف نكون مذروبة كنجي ذيك الطريقة سوف نحاولوا نغبرو هاد العجينة اللي طلقتنا بالنشا و سوف نديروا الطويات اللي مسمى من عادي الطريقة العادية و كل طوية تديروا الزبدة و نرشوا بالنشا ان شاء الله باش جينا كدما درنا ذيك الطويات و درنا نشا والزبدة إلا و كيعطيونا ذك الطبقات و ذاك القنم هشاف في المحنشا ان شاء الله الطريقة واضحة و الفيديو واضح كل واحد و الطريقة ديالو في المسمى انا دي هي الطريقة ديالي باش يجيني الطبقات مورق سوف نحط ديما نحط العجينة باش ترتاح و من يجي و نطلقوها ما تعدبناش كتلاحظوا معي العجينة راه رطبة كما شفتو في اللولا انا رغيج جمعتها و حطيتها موالو و را ما تقطع موالو الى ارتحت لكم العجينة مزيان ما غادش تقطع لكم نهائيا و هنا اطلقت الكورة الثانية و غادي ناخد ديك اللولا اللي طوينا وهي اللي غادي نحطه في الوسط و غادي نسدو عليها بالمسمنات الثانية و دائما زبدة و الزيت اللي خلطنا و ننشا باش يبقى لنا ذاك الطوراق باش من الطيب لنا ذاك المحنشا يجيونا مورقين و مقرمشين هادو صراحة كينفعونا هاكوا في رمضان ان شاء الله اللي يدخلوا علينا و عليكم بالصحة و الهنا كما تلاحظوا العجينة كلها فقاعات و بينين ذاك الطبقات بيعنا مورقين و دائما نغطيو بالبلاستيك هاكوا باش ما يمدرش لكم ذاك القشرة هنا سوف ندود الحشوة هنا الحشوة اللي درت انا هي درتها بسيطة عادية درت البصلة لطريقتي المعتادة بالنسبة لأخوات اللي متبعيني ما كنديرش انا الخضرة كلها و تشحر كندير البصلة لان البصلة اللي تعسلات و تتحمرة بوحدها كتعطينا واحد الحشوة اللي هي بنينا سوف نديرها العطرية كلها شوية الملحة البزار الخرقو متحمرة و سوف نديرها تتحمرة و تشمو ذاك الماضاق و ذاك الريحة تدير البصلة محمرة و سوف ندير الفلافين اللي عندي و من بعد سوف ندير الخيزهم خليت البصلة تطاح و الفلفلة و خيزهم كي يأخذش الوقت انا نحكينا و مازلغ يدخل لنا الفران و لا تخليوا هادو كلهم طيبوا لكم بالاخص الكفتة انا هنا سوف ندير الكفتة و لا تخليوا هادو طيب بزاف لان ما زار سوف نعمرهم و سوف يدخلون الفران و تلحشوه باش ما تجينش ناش فاهاكوك إلا طيب تكون شي تنشف بالاخص الكفتة و لا يدرتوا الدجاج تقدروا تديروا تطون ركيجي و زوينين بالطون هنا قدرت الكفتة و سوف نديرها فوق البطن و سوف نحركها باش ما تكورش ليه و تخلط ليه مع هادو الخضر و هنا من طبيعة الحال ضروري دائما دقوا الحشوه ديالكم قبل ما تبدأوا تعمروا انا هنا شتخص ليه الملحة زدت الملحة و هنا يزدت لفرماج ديروا الفرماج اللي عندكم متلات مربع اي نوع انتو مالك تفضلوا هو اللي عندكم و سوف ندوز و نزيد واحد شوية الهريسة كي يجيو شوية حار ماشي حارين بزاف على حكم الوليدات هنا سوف ندوز نوريكم طريقة ديال المحنشات ساهلين هنا يريدون تلقوا بالمدلك تلقوا بيديكم حسن باش تحكموا في السمك ديال العجينة مخصومش يكون ورقائق بزاف باش ما يمشيش لنا داك التوراق اللي درنا و ما تجيش عو تاني غليضة باش ما يعطونيش داكل محنشات اللي كبار و دايرين من الداخل سوف هنا غدي نحاول الفيديو و شرح راسه نقطعها كشرائط طوال و غدي نحاول نوسعه شوية هاد العرض نضغطو عليه شوية باش يعطينا ذاك العرض نحطوه في الحشوة من الوسط هنا هنا بنسبة الأخوات اللي باغين يزيدوا الفرمج هنا يزيدوا داك شعلي شنادرتوا الداخل في الحشوة باش جيني معلكة و باش ما يضيروا جينيش هاكوة في هاكوة في السدان ديال العجينة شفتوا العجينة راكت عطي الطوع مجرد كتجبدوها راكت تسد ما كتتحلش كتعاونو شوية بيديكم و من بعد غدي نقلبو هاد الحربول سوف نحاولون ذاك البلاسة اللي سوديناها نقلبوها لتحت و نبقى و نظورو اذا شتوا العجينة ديالك مجردوا شوية باش مجردوا شوية باش مجردوا شوية باش مجردوا انا مني بديت بانوا لي هاد الجوج اللي صيبت الكبار ولكن ما عليش من بعد صغرت صغرتهم كل شارية خرجت منه جوج صغر سوف نعود معاكم بوحدة غير باش شوفوا معايا الطريقة را سهلة جميع الحشوات تقدروا تديروا الدجاج الطون تديروا على الخضراب بوحدة مع الفرماجر كي يجيو بنان الاساس انكم تخدموا العجينة مزيان باش جيكم مورقة لان هاد المحن شاي لما كانتش ذاك ذاك القرماشة ما كيجيوش ما كيجيوش بنا كيجيوش عاديين الحلاوات ديك القرماشة وذاك التوراق حاولوا كل حربوا تخرجوا منه جوج لانك يتضاعف الحجم ديك ديك القرماشة وذاك التوراق ومن بعد كل حربول اخرجوا منه جوج وعطوني هاد الشكل احسن اللي وقعنا رغضي هزة ديك الكبيرة واللي اللي جوع دياله قليرا هزة ديك الصغيرة ويقضي الغرض سوف ينادهنتم بصفرط البيض مع شوية ديال عندي الفلفلم شوية ما عندكم شديروا غرط حميرة وسوف يدخلوهم الفران خليهم في اللول تكون العافية شوية مجهدة باش ذاك التوراق يطلع لنا ومن بعد كان نقصوا وخليهم باش يدخل لهم الطياب من الداخل باش ما تجينش ديك العجينة ها بكم دقصة كما شاهدوا المورقين و جوبنان ودخلوهم الطياب وذاك التعليكة ديال الفرماج والكفتارة كما تجينك الحشوة مع الكه وبنينا اتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفة خليتلكم الصحة والهنا ما تنسونيش من اللايك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة